من كنت مولى فهذا فهذا لي مولى اللهم ولي ولي من ولى اللهم عادي عادي من عدا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما لمن القبور الدارسات بطيبة لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أيدي الشقاء آثار لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أيدي الشقاء آثار قل للذي أفتا بهدم قبور قل للذي أفتا بهدم قبور أن سوف تصلى في القيامة نارا لمن القبور الدارسات بطيبة لمن القبور الدارسات بطيبة لمن القبور الدارسات المهدومات بطيبة عفت لها أيدي الشقاء آثارا قل للذي أفتا بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا والله أن سوف تصلى في القيامة نارا أعلمت أي مراقد هدمت أعلمت أي مراقد هدمت هي للملائك لا تزال مزارا لمن القبور الدارسات بطيبة عفت لها أيدي الشقاء آثارا قل للذي أفتا بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا أعلمت أي مراقد هدمت هي للملائك لا تزال مزارا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البارحة هكذا قلنا للأحب الذين حضروا أو للأحب الذين تابعوا اللي هم تابعوا وأقولهم شنو القلنا البارحة بالدقيقتين ثلاثة ألخصة حتى من نكبل هذه الليلة تكون الفكرة عندهم واضح البارحة قلنا كل سنة نحن هاي المناسبة نقرأ في حرم الإمام سلام الله عليه كل سنة هم نطرح موضوع يتعلق بالمناسبة يعني نختار عنوان قرآني يتعلق بالمناسبة فأربع عناوين خمس عناوين قرآنية مرتبطة بالمناسبة طرحناها خلال سنين السنة اختارينا هذا العنوان البارحة بينت العناوين اللي طرحناها خلال كذا سنة السنة اختارينا هذا العنوان باختصار شديد حتى نكمل لأن عندي الليلة هواي كلام مهم قلنا أكو شبكة علاقات في الثقافة الإسلامية هاي الدينية هاي الشبكة إلها خيوط نحن نريد نعرف هذه الخيوط خيط من خيوط هذه الشبكة بعد من أبعادها مرتبط بالمناسبة البارحة بدين بأول خيط من خيوطها عبرنا عنه الخيط العمود الطولي إذا الإخوة يذكرون أو تابعوا أو حضروا ما أدري وقلنا هذا إلى مصاديق رأس مصاديقة وأساس مصاديقة العلاقة بالله علاقة بالنبي الأنبياء وعلى رأسهم نبينا علاقة بالأئمة على رأسهم الأوصياء أئمتنا علاقة بالحجج علاقة بالعلماء هذه مصاديق الخيط الأول البارحة تكلمنا فيها جئنا ببعض آياتها إذا الإخوة يذكرون انتهينا من ذلك انتقلنا إلى خيط آخر من خيوط شبكة العلاقات في الثقافة الدينية وعبرنا عنه الخيط أو البعد الأفقي باعتبار الأول عمود طولي قلنا أفقي عرضي قلنا هذا عبر دوائر شلون الأول إلى مصاديق الثاني أيضا مصاديق وعبر دوائر والدوائر بعضها أصغر من بعض أو بعضها أكبر من بعض بثني أنصح مثلا العلاقة بالأمة قلنا هذه إلها ثلاث أسس في ثقافة القرآن يعني نفس العلاقة بالأمة إلها ثلاث أسس البارحة بيّنا الأسس أساس عاطفي أساس اجتماعي أساس حصانة البارحة بيّنا العلاقة بالأمة مع أسسها الثلاثة مع آيات الأسس الثلاثة النساء الله يعينكم على هالتشجير والتشطير هذا شوية يحتاج انتباه جيد حتى واحد يقدر يسيطر علي مو بالسهولة السيطرة على كل هالتشطيرات هذا البارحة كله بينا جبنا آيات مصاديقة حتى أمثلتها حتى نوضحها للإخوة الليالة بعد ما أقدر أعيد حتى ما يروح وقتي فقط أبين العناوين الإخوة بإمكانهم المشافة ومراجعة بحث البارحة والليلة حتى يرتبط المقصود ثم انتقلنا ونحن في الخيط الثاني من خيوط شبكة العلاقات الدينية اللي هو قلنا الثاني العرض الأفقي على رأسه العلاقة بالأمة من خلال ثلاثة أسس بيناها العلاقة بالمعارف جبنا آيتها العلاقة بالأسرة جبنا آيتها أو آياتها صحيح وانتقلنا من الخيط الثاني في شبكة العلاقات الدينية هذا إلى الآن ما الارتباط مباشر بموضوعنا بالخيط الثالث صار الارتباط طبعا اختارينه لهاي الخيوط أو لهذه الأبعاد عنوين أخرى صاعد نازل البارحة وضحنا كل ذلك البارحة وصلنا إلى الخيط الثالث المرتبط بالمناسبة التي نحن فيها حتى الليلة نكمل شنو كان الخيط الثالث قلنا خيط عمودي عمقي عمودي عمقي الأول كان طولي هذا عمقي ذاتي شنو هذا كعلاقة الإنسان قلنا بنفسه بقلبه بفؤاده بإيمانه بتقواه بورعه أيضا علاقة الإنسان بحملة الرسالة السابقين الذين حملوا الإيمان والإسلام والقرآن بيّن ذلك شنو بيّن ذلك من خلال آية تلوتها على مسامعكم ليلة البارحة الآية هكذا تقول والذين جاءوا من بعدهم يعني أخلاف جاءوا من بعد أسلاف مؤمنة أمة من بعد أمة مسلمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين شنو سبقونا إذن كخيط من خيوط هاي الشبكة الدينية اللي بيها خيوط كثيرة والآن قاعد نبين بعضها الارتباط بالأمم السابقة الارتباط بالراحلين وهم من أهل الإيمان الارتباط طبعاً لما أخواني موح سحتي مشكلة هذا بس تنظير الآن راح نطرح بعض التفاصيل المهمة الارتباط بهم من خلال مصداق واحد ومن خلال مصاديق يعني مو فقط الارتباط الاتصال هكذا عبر اتصال الموجودين حالياً بالذين سبقونا بالإيمان القرآن يقر الاتصال بهم زيان هذا الاتصال بهم والارتباط بهم كثقافة عامة إلى مصداق ومصاديق شو شوفون يعني خلي أوضح الفكرة بمثال حتى الإخوة يبقى ذهنهم يمين الثقافة الدينية لما تطرح بر الوالدين عنوان هذا العنوان اسمه بر الوالدين بر الوالدين كعنوان إلى مصداق ومصاديق شو شوفون انتو ها إلى مصاديق إطاعتهم بر احترامهم بر تقبيل ديهم بر تقبيل أقدامهم بر مساعدتهم بر مصداق ومصاديق ومصاديق عنوان بمصاديق القرآن لما يقر عنوان الاتصال والارتباط بالماضين ويجيب لمثال الاستغفار لهم الدعاء لهم إحياء أمرهم تذكرهم هذا فقط على مستوهاء المصاديق وهذا عنوان بمصاديق كثيرة شو شوفون هذا عنوان يا سيدي هذا عنوان يحمل في رحمة مصاديق شنو كثيرة أصلا مصاديق أخطبوطية مصاديق عنكبوتية أخطبوطية شو ني تعبر عبر انشطارية انفجارية بركانية شو تريد تقول هذا عنوان القرآن يقر عنوان كأصل هذا العنوان دي تفرع دي فروع هذا اللي يعتقد به أتباع والي البيت زين البارحة قلنا هاي أمم ميتة سابقة مؤمنة القرآن يقر استذكارهم والدعاء لهم والاستغفار لهم والاتصال بهم والارتباط بهم ويعتبر ذلك توحيد مو شرك مو كفر كما يدعي التكفير الآن زين هذا على مستوى مؤمنين عاديين على مستوى سادة المؤمنين أمراء المؤمنين أئمة المؤمنين أئمة المتقين خوشنوا خوشنوا من باب أولى أعظم حج عدل يولا خوشنوا من باب أولى أعظم وأهم وأأكد وأولى عبر عبر خصوصا أسأنا لأقولكم حجاية خصوصا وأن الله تعالى وأن الله تعالى جعل مو المؤمنين العاديين اللي استذكارهم توحيد كما القرآن يقر هذه الحقيقة الله جعل أئمة المؤمنين جعلهم نعمته الكبرى العظمى في القرآن هذا مو من جيبي ثقافة قرآنية الله جعل هؤلاء النعمة الكبرى العظمى الثقيلة يا إخوة وهذا أنا مبينة سابقا بشبكة طارح بحث عشر ليالي النعمة الإلهية طارحة مفصلا للإخوة اللي تابعونها إلى أبحاث بعد خلال شاف وما تابعونها أنا شاء سألوا بعد خلال مو كل شيء أعيد هذا مبينة بعشر محاضرات شنون هم النعمة العظمى الكبرى في القرآن شنون ما أستذكرهم ما أتصل بهم ما أرتبط بهم من خلال إحياء أمرهم تعاهد قبورهم حفظ تراثهم تعلق بهم إطاعتهم كذا كذا مودتهم حبهم ولايتهم هاي كلها عنوين قرآنية يومو قرآنية يعني أنا لما أقرأ ربنا إني أسكنت من ذريتي من ذريتي من ذريتي إبراهيم إسماعيل النبي وآله يرجعون الإسماعيل إبراهيم من ذريتي إبراهيم إسماعيل بواد غير ذلك عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس شنو تهوي إليهم تهوي إليهم إليهم على مستوى الأشخاص على مستوى المراقد والرموز تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم هذه ثقافة قرآنية لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله بكم مقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وأموري إلى آخره هذه ثقافة قرآنية اتصال بالماضين إذا كانوا مؤمنين عاديين مشروع شلون إذا كانوا النعمة العظمى الكبرى شلون إخواني خلوني هس أنا النعمة متكلم بيها عشر ليالي بس أردبينها بصياغة جديدة سابقاً ما متكلم بيها إخواني يعني هيكل جديد إخواني نقدر نقسم النعمة الإلهية إلى قسمين المرتبطة بالإنسان أكو نعم مادية أكو نعم لماذا ما تجاوبوني أخواني معنوية بعد النعم الإلهية المرتبطة بالإنسان على قسمين أكو مادية أكو شنو المادية على قسمين والمعنوية على قسمين هس لها شي خلصها النعم المادية على قسمين قسمها الأول نعم مادية متصلة القسم الثاني نعم مادية منفصلة أو شنو الفرق بين النعم هاي النعم المرتبطة بالإنسان أقول كلام دقيق النعم المرتبطة بالإنسان باوعود نعم مادية معنوية مادية على قسمين معنوية على قسمين النعم المادية القسمين أو القسمان القسم الأول نعم مادية متصلة اثنين نعم مادية منفصلة النعم المادية المتصلة يعني المتصلة بكيانك هذا هيكلك الجسمي نعمة يوم نعمة هذا الهيكل الذي تحمله خلقنا الإنسان شنو؟ في أحسن تقويم هذا أحسن تقويم الذي أنت فيه وعليه هذا نعمة إلهية يوم نعمة إلهية احتار العلماء بها يولا أصحاب الإختصاص ما يدرسون جسم الإنسان كل يوم يكتشفون أشياء جديدة لو ما يكتشفون حتى ألف بعضهم كتابا سماه الإنسان ذلك الشيء المجهول يقول هذا مصيبة الإنسان ما نكتشف 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 الله شمودع بجسمه بس هو رب العالمين يعلم خلقنا الإنسان شنو؟ في أحسن تقويم هاي نعمة يوم نعمة نعمة نقدر نعب نعمة مادية لو مو مادية مادية نقدر نعبر عنها نعمة مادية متصلة اثنين اكو نعم مادية منفصلة مثل شنو؟ مثل السماوات مثل الأرض نعم مادية لخدمتك سخرنا خلقنا لكم سخرنا لكم 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 هاي نعم يوم نعم سماوات أراضين ما بينهما ما فيهما لخدمة الإنسان نعم مادية مرتبطة بالإنسان لكنها منفصلة عن كيان الإنسان فإذن النعم على قسمين مادية على قسمين متصلة وشنو؟ ومنفصلة هاي نعم معنوية مرتبطة بالإنسان أيضا على قسمين متصلة وشنو؟ ومنفصلة هس النعم المادية اللي على قسمين متصلة ومنفصلة شلون؟ المعنوية شلون؟ مثلا النعم المعنوية المتصلة معنوية الأمور الداخلية الذاتية الباطنية التي تكون منها الإنسان يعني ما إحنا قلنا النعم المادية المتصلة هيكل الإنسان فالنعم المعنوية المتصلة أيضا بكيان الإنسان تكون في مقابل جسم الإنسان شنو يعني؟ روح أحسنت؟ لا الدخون روح الإنسان نفس الإنسان عقل الإنسان فؤاد الإنسان بعش شنو؟ لب الإنسان لب قرآن قولي الألباب دائما فؤاد نفس روح عقل هذه نعم معنوية متصلة لكيانك بس النعم المادية هيكل النعم المعنوية شنو؟ تمثل الجانب الآخر المعنوي الغيبي ثم أنشأناه خلقا آخر نفخت فيه مقابل الروحي متصلة قلنا روحك نفسك عقلك نعم معنوية منفصلة شلون نعم مادية منفصلة قلنا سماوات وأرض أكو نعم معنوية منفصلة وهي أعظم كل أقسام النعم النعم المعنوية المنفصلة أنبياء أئمة حجج سادة المؤمنين فإذا كان تذكر المؤمنين العاديين توحيد تذكر أعظم النعم شنو؟ النعم المعنوية المنفصلة نبوة إمامة حجج كتب سماوية توراة الحقيقية الحقيقية اللي نزلت على موسى إنجيل زبور قرآن صحف إبراهيم وموسى هاي كلها نعم إلهية شنو؟ منفصلة نقدر نعبر عنها حسن تقول لي شنو دليلك أنها أعظم النعم؟ دليلي أنها أعظم النعم القرآن؟ ما أدري أكب بالكم آية الله لما يتكلم عن النبي شي يقول؟ القرآن دائما لما يتكلم عن الأنبياء يقول أرسلنا إليهم مثلا كذا أخاهم فلان سنصل الآيات مبالي أرسلنا إليهم أخاهم هودا كذا مبالي بالنص مبالي القرآن لما يتكلم عن رسول الله يقول لقد من الله على المؤمنين لقد من من مع أن القرآن يقول لا تمنوا علي إسلامكم القرآن ما يقبل بالمنة يرفض المنة القرآن يقول الفقير الطي كلمة طيبة ولا تطي فلوس وظلت من عليها كل ساعة انطيتك 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 لا تطي لا تطي ولا تمن القرآن لما يوصل النعمة النبي يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم لقد من آني أمنع ليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم يا ربي مو انت قلت لنا لاتمنون لاتمنون اشلون يتمن يقول لأن محمد نعم ثقيلة محمد أثقل النعم لقد من الله على المؤمنين ها ستقول لي ولأئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا نمن بالأئمة هاي ثقافة المنة لم تستخدم في القرآن إلا لمحمد وآل محمد ولهذا تقرؤون في الجامعة الكبيرة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه من علينا بكم انتوا من إلهية مثل جدكم من إلهية ها ستقول لي بسعي الآيات لا مو بسعي الآيات أقرأ لك بعد آية كتبتها للمنة بأهل البيت هسا النبي واضحة لقد منة بأهل البيت الأحبة بل الله يمن عليكم شلون ونريد أن نمن أو شلون لقد من الله على المؤمنين من بل الله يمن عليكم بشنو أن هداكم للإيمان الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان سؤال بشنو هدانا للإيمان لا التفتولي بشنو هدانا هذا التعبير تحت خمس خطوط حمراء هدانا هدانا العلامة الطباطباء بالميزان يقول أينما ذكرت الهداية في القرآن ذكر الإمام إلى جنبها وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَه أي شيء طباطباء يقول يقول سبحان الله الهداية وينما تيجي بالقرآن يجي الإمام الهداية في ثقافة القرآن مرتبطة بمن بالإمامة وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَه إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد هاد قال يا علي أنا المنذر وأنت الهاد شوفوا منذر هاد هاد إمام فالقرآن لما يقول بَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ عَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ هدانا بسبب أو بدون سبب بواسطة أو من دون واسطة بواسطة من هي الواسطة الإمام لكل قوم هاد وإحنا من خلال الهاد اهتدينا شوفوني فمن خلال الإمام الله يقول آني أمُنَّ عليكم بالهاد اللي يخلاكم تحتدون للإيمان أمُن عليكم بالهاد كما أمُن عليكم برسول الله محمد لقد منَّ الله هسّ صارت نعمة عظمى يوم ما صارت نعمة عظمى صارت أعظم النعم يوم صارت أعظم النعم ولهذا القرآن بيوم الغدير قال وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِي نِعْمَةِي لِهَذَا وَلِهَذَا وَلِهَذَا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهِ أَمْ يَحْسُدُونَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهِ حسدًا هاي صح وذيك صح الحسد ولد حقداً والحقد ولد حسداً ما دلها السنة جابني عن النعمة أنا بحثي مون نعمة الإلهية الوقت هم بدأ يروح وبعدني أبد ما مشيت ببحثي أبداً ما مشيت للإنصاف يعني أنا كلامي بحثي مون نعمة الإلهية وإن كان هاي معلومات أول مرة أطرحها حول النعمة بس مو هذا بحثي أنا بحثي خيط من خيوط شبكة العلاقات في الثقافة الدينية الاتصال والارتباط بحملة الرسالة الماضين وإن كانوا من الناس العاديين المهم من أهل الإيمان سؤال سادتهم شلون أئمتهم شلون أمراءهم شلون خوة من بابا أولا أنا أرتبط بهم أتصل بهم أستذكرهم أحيي أمرهم أتعاهد مراقدهم قبورهم هاي ثقافة دينية يشكلها خيط ثالث من خيوط شبكة العلاقات في الثقافة الدينية وأنا كشيعم فحل هاي الثقافة القرآنية وين المشكلة في ذلك هذا هو الكلام هذا هو الكلام هذا يدخلني إلى موضوع آخر خلي أمشي بس هنا أنا أشوف وأقولكم بابعولي هنا أنا راح أسرع بالبحث هنا أنا راح أسرع بالبحث هنا أنا عندي بس باشر بعد ما لحق حرمات البحث ما يكمل حرمات ما يكمل هذا يجرني إلى شيء آخر إحنا من نستذكر هؤلاء سادة المؤمنين ووجه من وجوه استذكارهم هو في بيوت أذن الله أن ترفع نتعاهد قبورهم ونرفع هذه البيوت التي أذن الله أن نرفع ونأتي إلى هذه البيوت التي أذن الله أن نرفع لما نأتي إلى هذه البيوت أكعدنا يعني لما نصل إلى هذه البيوت أهل البيت هنا يخلوننا والقرآن يخليننا ثقافة معبأ ومحملة ومثقلة بالمعارف والله هاي شلون ايه مو هذا شوف هذا دخلني شوف شوف هذا دخلني شوف لما نجي لهنا أهل البيت من خلال زياراتهم عبؤون حملون أثقلون بالمعارف في هذه الأماكن مو هذا البعيد يصور إحنا نجي نطوف على الأحجارات والروح ما يفهم إحنا شقاعد نسوي أهل البيت خلونا آداب لما نجي زيارتهم يوم ما خلونا إخواني جاوبوني بسرعة لأن أردمشي خلونا واحدة من هذه الآداب وإنه واي واحدة منهن أهل البيت علمونا على طريقة الكلام معهم لما نأتي إلى مراقدهم هذا لنعبر عننا بالشنو بالزيارة زيارة نعبر عننا زيارة هاي الزيارات لما أختار بس هاي المفردة أريد أبينها من الروح للبقيعة كوعدنا زيارات زيارات مفردة من مفردات كثيرة خلونا لما نأتي إليهم هاي المفردات كلها تشكل ثقافة دينية واسعة ثقيلة عامة كبيرة من خلالها يحملون عقائد وأحكام شرعية وأخلاق ودين وصلاة وصيام وإلى آخره ونرجع إلى بيوتنا من خلال هذه الزيارات محملين بالدين وثقل الدين ومعارف الدين صحيح يا ولا مفردة من مفردات هاي الثقافة الواسعة السلام الزيارات لما أجل هاي الزيارات وأريد أخلي هاي الزيارات تحت عناوين ألقى تخث عناوين بيها مهمة أتمنى ما أثقلت عليكم وقاعد أقدر أوصل الفكرة أتمنى هاي الزيارات إذا أريد نخليها يعني أريد نهيكلها نفهرزها تحت عناوين من أهم العناوين اللي نقدر نخليها على نحو المثال مو الحصر ثلاثة عناوين مهمة العنوان الأول السلام العنوان الثاني الشهادة العنوان الثالث الموقف فستقول لي شن الحاجة هذا أجيهن ذني وحدة وحدة أجيهن ذني وحدة وحدة أبينهم سلام واحد اثنين شنو شهادة الطريف هاي 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 فإن نكتة عجيبة حقيقة يعني فإن أمر دقيق أهل البيت هم الأشهاد والشهود علينا يو إحنا الأشهاد والشهود عليهم أه نسأل ها يعني فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد على الناس أنبياء أم حجج فبالنتيجة هم يشهدون علينا يو إحنا نشهد عليهم هم يشهدون وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الكمل البارحة سولفنا عن درجات الإيمان يعني الأنبياء أم حجج يرون أعمالنا فيشهدون عليها مزين الطريف في زيارتهم أنت تشهد لهم ما دلتم لاحظين هذا الشيء أقول زيارة يعني في ثقافة الزيارة سلام شهادة موقف في الشهادة الغريب الذين يشهدون عليك يوم القيامة أنت تشهد لهم في الدنيا تقول لا أشهد أنك من دعائم الدين حسنا غريب يعني هو الذي يشهد علينا بالدنيا أنت تشهد له تقول لا أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي لهذه المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى أعلى أنت تشهد لمن يشهد عليك يوم القيامة وهذه من المفارقات الطريفة في زيارات الأئمة عليهم السلام سلام شهادة موقف أجيهن وحدة وحدة أقول أنا أردقول للغير أنتوا ما قاعد تفهمون ثقافة زيارتنا لآل البيت واحد هي خيط من خيوط شبكة العلاقات الدينية القرآنية أثنين أئمتنا أثقلوا زياراتهم عليهم السلام يعني تعاهدهم والوصول إليهم والاتصال بهم الوصول إليهم والارتباط بهم حملوها معارف دينية مفردة من مفردات هذا التحميل الثقيل الزيارات بس الزيارات نقدر نخليها ضمن عناوين مفهرسة عجيبة أختار ثلاث عناوين من هذه العناوين الكثيرة وقت أحتاج شهر رمضان أنا قاعد يشوفوني مكتث والله قاعد أختصر المختصر ولهذا حتى قاعد أرتبك ما أعرف شون أرتب الأمور لأنه تحتاج شهر كامل السور في براحتك الزيارات أختار بس ثلاث عناوين عنوان السلام شوفوا أهل البيت يش خلوا بي عنوان السهادة أهل البيت يش خلوا بي عنوان الموقف أهل البيت شنو يش خلوا بي تعالوا ياي للسلام تعالوا ياي لمن للسلام أي إمام الزورة والزيارة مفردة من المفردات ما وضعه آل البيت كمخطط لتعاهدهم مفردة واحدة وإلا إحنا عدنا مثلاً زيارة الحسين عدنا بالروايات مستحب الصوم ثلاثة أيام قبل زيارة الحسين زيني شلون الزور مطرقاً مهللاً مكبراً معظماً مستغفراً منيباً تائباً راجعاً الغسل 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 اختارت مفردة بس شوف المرة الجنوبية وهاي المفردة بيان ثلاثة عناوين بها من عشرات العناوين الأخرى إحنا دار ريد نفتح كل هاي الأبواب شي خلصنا شي خلصت دار ريد نفتح كل هاي الأبواب ولهذا أقول ماذا بدتم ملتفتين لهالأعماق بزيارتكم لو الإنسان ما ملتفتين يزور ويطلع ملتفتين هل البيت شخلون ملتفتين قضية مو قضيتان جاي احجارات مو اتش الحشي أكبر وأعظم كما يصور غير يعني أنه يقول ذولة يحبون بابا مو اتش الحشي أصنعنا هاي الأماكن حتى كحجر نعتقد بقداستها نعم اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى الله يقول الوادي المقدس الوادي المقدس هذا المكة مو مك ولا مدينة فإذا قداسة المكان ممرتبطة بمكة والمدينة فقط بدليل إنك بالوادي المقدس طوى لكان مكة ولا كان شنو يعني لكان كعبة ولا كان شنو المدينة المنورة أبدا مكان ثالث ثقافة المكان المقدس ثقافة واسعة كبير نحن نعتقد هاي الأماكن مقدسة وعندنا أدلتنا عليها مقدسة نجف كربلا غيرها 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 مقدسة نعم المكان بالمكين مثل ما يقولون صحيح يو لا الله أقسم بالطور يو ما أقسم بالطور عدوا شنو الطور موسى كان يتعبد عليها نزل عليها التوراة بي صار محل قسم الله والطور ها والطور حتى البحر المسجور اللي الله أقسم به بعض علماء التفسير يقول البحر اللي كان فيه يونس لدخول يونس به الله أقسم به المكان بالمكين صار مورد لقسم الله حتى البيت المعمور بعض المفسرين قال المكان كان يتعبد به النبي سواء كان بالسماء الرابعة أو في مكة بالمكانية سواء بالرابعة السماء الرابعة أو في مكة البيت المعمور الله أقسم به لأنه مكان تعبد النبي صلى الله عليه وآله صار محل قسم الله فالمكان بالمكين نعم نعتقد بذلك واعتقادنا بذلك مأخوذ من القرآن الكريم مو من جيوبنا أنا الآن أعجيب شواهد قرآنية على ذلك المدينة منورة ومعظمة ومقدسة بجزد رسول الله النجف بنفس محمد وأنفسنا وأنفسكم وين المشكلة بالمهم كربلاء سبط النبي ريحانة النبي روح النبي وين المشكلة حسين مني وين من حسين وين مشكلة في ذلك سبط من الأسباط كما قال صلى الله عليه وآله وين المشكلة في ذلك أقول كزيارة إذا أريد نخلي فهرس لزيارات الأئمة سلام شهادة موقف نفس السلام بثقافة واسعة أنت الآن من الزور أمير المؤمنين أول شي تقول لها السلام ويوم ما تقول لها السلام السلام عليك طبعا حتى الإمام علي يا وارث زيارة وارث مو بس الحسين أهلي البيت كلهم ورثة أو وراث أهلي البيت كلهم يا وارث صحيحي أو لا هذا الإمام علي يقرر زياراته يا وارثة آدم يا وارثة نوح يا وارثة موسى يا وارثة حسين يا وارث حسن يا وارث الأئمة الطاهرين أئمة البقيع يا وارث السلام عليك يا وارث الآن يهم نجي شنو معنا يا وارث نجي طبعا إن شاء الله اللحك الحشي هذا إن شاء الله اللحك نفس السلام عليك هاي تصورها سهلة أنا وياك مو أنت آني مو أنت آني آني أمر عليها أجي الأمير السلام عليك ما أعرف شي أقول السلام يا سهلة السلام تصور سهلة السلام وشنو السلام وشنو السلام مو أنت آيين نزور أو شنو السلام يجي نمر عليها بسرعة أنا مر عليها بسرعة السلام عليك وأطلع يجي أخواني الله اسم من أسمائه السلام السلام عليك بعض الذين شرحوا زيارات أهل البيت من علمائنا الكرام يقول يعني السلام عليك يعني اسم الله عليك أو شنو اسم الله عليك بعض علماء اللي شرحوا هاي الزيارات الكريمة هاتش يقولون يقولون اسم الله عليك بمعنى أنك يا أمير المؤمنين أنك يا حسن أنك يا حسين أنك يا سجاد أنك يا باقر يا كذا يا بقية الأمة الطاهرين أنك مظهر ومجلى اسم الله السلام أسماء الله صفات الله تظهر في بعض مخلوقاته وإلا شون نعرفها شلون نعرفها بتعبير آخر الله يعرف من ذاته ومن أسمائه وصفاته سؤال ما سمعت جواب الله من ذاته يعرف الله كذات يعرف ها أبدا هاشا لله استغفر الله من يقدر يعرف الذات الإلهية هذا 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 محال هذا ممنوع هذا مستحيل لا أبدا الذات الإلهية ممتنعة المعرفة ما ممكن زين إذن الله من ين يعرف من أسمائه وصفاته سؤال الصفات الذاتية الثبوتية ذاتية يعني هي الذات شنون تعرفها إذا هي الذات يعني الله حي من أسمائه الحي الله عالم من أسمائه العالم العالم صفة ذاتية ثبوتية صحيحي أو لا يعني العالم عين ذاته جل وعلا جين إذا كانت هي الذات شلون تعرف نحن قلنا الذات ما تعرف يقول بعض شراح زيارات الأمة الطاهرين الله جعل لهذه الصفات لبعض هذه الأسماء جعل لها مظاهر عملية مصداقية شتعبر تعرف من خلالها يعني مثلا الله رحمن رحيم يوم رحمن رحيم الله رحيم يوم رحيم الله يقول عن نبي بالمؤمنين شنو هو الله رؤوف اللهم رحيم يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم إذا تريد تعرف رأفة الله رحيمية الله تعرف منه تعرف رحمة رسول الله إذا عرفت رحمة رسول الله يعني شعرفت هذا تقرؤون في الجامعة الكبيرة السلام على محال معرفة الله محال معرفة الله أنا من عرفت رحمة رسول الله يعني عرفت شنو بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا شنو رحمة للعالم فبما رحمة من الله لنت لهم مثلا إذن الله يعرف من أسمائه وصفاته هذه الأسماء هم تعرف من خلال مظاهر هذه الأسماء والصفات مظاهر هذه الأسماء والصفات أنبياء أئمة حجج على رأسهم النبي وآل النبي صلوات الله عليهم أجمعين وياي الأحبة ومو ياي فلما تقول السلام عليك يعني ظهر فيك اسم الله سلام طبعا لما يظهر فيه اسم الله السلام يصيرونهم الأمن والأمان لو ما يصيرونهم الأمن والأمان السلام أمن وأمان يوم أمن وأمان أسألكم سلام سلام يعني أمن وشنو وأمان ولهذا رسول الله قال في الثابت عند الشيعة وغير الشيعة أهل بيتي أمان لأهل الأرض مثل ما النجوم هم أمان لأهل شنو لأهل السماء قالها أو لم يقلها قالها إن بقالب كتبنا وكتب غيرنا أهل بيتي باب حطة من دخله كان شنو كان آمنا عد ليش كان آمنا ذولا مظهر اسم الله شنو السلام بعد لا تتعجب لما بروايات آل البيت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في روايات آل البيت ادخلوا في السلم ادخلوا في ولايتنا هس شمعنا ولايتهم سلم لأنهم مظهر ومظاهر السلام اسم الله السلام ولهذا معدن الرحمة معدن الرحمة ولهذا الحسين سقى أعداءه الماء ولهذا على ابن أبي طالب لما يأخذ الفرات من جيش معاوية هم شنو يسقيهم الماء ولهذا على ابن أبي طالب لما يجو جماعة بعد معاركة وكان بإمكانه كل شيء يسوي بيهم يقولهم اعزبوا عن وجهي قبح الله وجوهكم روحوا لهلكم ولهذا أهل البيت تعاملوا مع الجميع بالرحمة والعطف والحنان وهذه القصص التي نحكيها على المنبر العجيبة هم مظهر اسم الله السلام ولهذا أتباع آل البيت ما يحبونهم يعتدون على واحد لأنهم أتباع مظاهر السلم والسلام والأمن والأمان يعتدى علينا عبر تاريخنا ولا نعتدي على أحد ولا نحب أن نعتدي على أحد ولا يجيز لنا علماؤنا أن نعتدي على أحد وجبنا عمرنا يعتدى علينا ولا نعتدي على أحد لأن أئمتنا مظاهر السلم والسلام ونحن نقتدي بأئمتنا عليهم السلام نأخذ كل تصرفاتنا ثقافتنا منهم بالنتيجة منهم أقول لما تقول لها السلام عليك هاي تصورها سهلاً الكلمة؟ مو سهلاً تختزن معاني ومعاني 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 ثقافة السلم والسلام إخواني ثقافة السلم والسلام موجودة بصلاتنا يوم وموجودة بصلاتنا أنت كل يوم تصلي على نفسك وعلى العباد الصالحين في الصلاة يوم ما تصلي ش تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في تسليمك السلام عليكم السلم في صلاتك موجود أنت كل يوم تقول السلام علينا أنت كل يوم تسلم على نفسك كما سلم عيسى على نفسه عيسى سلم على نفسه أو لم يسلم اش قال عيسى قال السلام شنو علي السلام شنو علي عيسى سلم على نفسه انت كل يوم بصلاتك تسلم على نفسك فتقول السلام علينا وعلى كما سلم عيسى تسلم على نفسك أقول ثقافة السلم والسلام ثقافة قرآنية عميقة هاي ناخذها بزيارتنا باتصالنا بارتباطنا بأئمة المؤمنين بسادة المؤمنين بأمراء المؤمنين بأمير المؤسأة البيت. ما يقبلون واحد يقولهم يا امير المؤمنين. امير المؤمنين فقط لعلي. سلام الله. فقط علي امير المؤمنين. بقية الامة ما يقبلون هذا اللقب. يقولون هذا اختص الله به عليا. صلوات الله وسلامه أئمة المؤمنين خنقول اللي شكل خيط عمودي عمقي كما عبرنا سهل ثقافة السلم والسلام في القرآن حسن بعض شراح زيارات آل البيت بعضهم شي يقولون بعضكم وياي بعضهم شي يقولون يقولون لما تقول للأمير المؤمنين يو الأئمة البقيع يو السيد الشهداء يو البقية الأئمة الطاهرين لما تقول للسلام عليك بمعنى لا يصلك من السوء يا إمامي لا يصلك مني إلا السلام زيارة لا يصلك من السوء يعني الله أكبر يعني يصير عهد يومو عهد بينه وبينه زيان هذا العهد يحملني مسؤولية أن ما أعصي الله لو ما يحملني مسؤولية ولكم عمي عمق زياراتنا وتعهدنا لهذه الأماكن هذه مفردة من مفرداته وإلا هو أكبر نحن عندنا ثقافة لما نزور أمتنا نحن مو سطحيين هذا أقول ينتقدنا للمفاهمنا وبنفس الوقت أقول للشيعة آل البيت تخاف ما ملتفتين يا شيعة آل البيت من تجون الآل البيت تقول لها السلام عليك يعني أنا ما يوصلك مني يا إمامي إلا شنو إلا السلام حس ما يوصلك مني إلا السلام يعني شنو السلام إلى امتدادات في القرآن الكريم خلّ خوفك شوي يا سهنانا خلي أخوفك لما تقول لها السلام عليك يعني ما يوصلك مني سوء ما يوصلك مني سوء يعني اللي يوصلك مني بالسلام يوصلك مني بالسلام امتدادات السلام في ثقافة القرآن شنو امتداد السلام وآثار ونتائجة في ثقافة القرآن خلي أقرى لك بعض الآيات اللي تحمل عنوين مهمة واحدة من امتدادات السلام وتعاونوا على فأنت من تقول لها السلام يعني تقول لها يا ابن رسول الله من اليوم فصاعد أو يا أمير المم يا ابن عم الرسول يا أخ الرسول يا نفس الرسول من اليوم فصاعد أنا راح أتعاون مع إخوة المؤمنين على شنو بر والتقوى من امتدادات ثقافة السلام في القرآن هل سبعد التعاون على البر والتقوى اشقد بي مصاديق أسأل محاسن الأخلاق كلها من مصاديقة يقول منها البادر الصبح نزولف مصاديق تعاونوا على البر والتقوى فيا من تسلمون على المعصومين أنتوا ترى قاعد يقولون للأئمة إحنا راح نبدأ بذن حافظوا على ذلك إشلون لي روح للحج يقول لولا استأنف العمل انتهم استأنف العمل من الزور أمير المؤمنين أنت بدي الصفحة جديدة مع الله وانطيت وعد وعهد التزم به هذا واحد اثنين وألف بين قلوبهم هذا ثقاف امتداد سلم يوم تالسلم ها رحم السلم هذا ينتج هذا ألفة تعاون على البر والتقوى طبعا الألفة هم موسى للقرآن الكريم يقول للنبي يقول له تنفق ما في الأرض والكذا ما ألفت بين قلوبهم ألفة القلوب عسبالك سهلة جمع الأجسام سهل بس جمع القلوب سهل موسى لعله أساني جسمه جسمك قريبين بس قلوبنا متباعدة من يقدر يجمع قلوبنا بس الله يقدر إنما المؤمنون بعدين يقول فأصلحوا الإصلاح امتداد ثقافة السلام السلام عليكم فإن تكون الصير مصلح مصلح ببيتك مجتمعك مدرستك جامعتك أصدقائك بعد والعافين عن الناس العفو امتداد ثقافة السلام والسلم العفو عدنا بالروايات جمعة مكارم الأخلاق بثلاث واحدة منها أن تعفو ها عمن ظلمك هاي امتداد السلام ونت جاي يقول للإمام السلام عليك ما يوصلك مني إلا السلام هاي امتدادات السلام بح طبعا إخواني امتدادات السلام أنا كاتبهين اطمعش وحدة لحد الآن أخذنا أربعة البقية أقراهني بسرعة أحتييني بسرعة سرعة بدون بعد الشرح النصيحة أنصح لكم انتهى السلام بعد فبما رحمة من الله الرحمة والمدارات مدارات بعد ولا تطع كل حلاف الابتعاد عن النميمة والوشاية وحفر البيارة وقع هذا ووقع ذاك واسعل هذا وخربوا يذاك ذني كلهم السلام ما يقبلهم فأنت من تقول له السلام عليك يعني يا نير المون ذني راح أعوف وذنيت راح أجيبهم الزيانات أجيبهم المو زيانات أعوف هاي كل امتداد السلم والسلام خليها ببالك بعد ولا يغتب بعضكم بعضا بعد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعني الستر من امتدادات السلام الستر ستر المؤمنين بعد إن الذين جاءوا بالإفكي عصبة التهمة كون تتركها لأن ترك التهمة امتداد للسلام بعد تدرون إش قال صار صار عشرة دعش والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ترك أذية المؤمنين والمؤمنات جاء الله السلام معاش لا يسخر قوم من قوم ترك السخرية بالناس والضحك عليهم والاستهزاء بالناس هذا أيضا من امتدادات السلام في ثقافة القرآن الكريم وهذا هذا الكلام يا إخوان يعني والله مشكلة مشكلة أنا أحب هاي الأمراض الاجتماعي أحكي بيها من بعيد ما أحب أطرحها باليعني بالعمق أو كذا الوضوح الزايد باعتبار المنبر إلى حرمة أكو عندنا مشكلة إحنا بمجتمعنا إذا شفنا لنا واحد يكصير ضحكنا واستهزئنا وفي مجتمع في مجتمعات غيرنا بالعكس يحترموا أكثر يهتمون بأكثر إذا شفنا معوق كذا إذا شفنا واحد مريض يعني المجنون في بلدان العالم الناس اتعاملة باحترام إحنا نسودنا أكثر وهذا يضربه وذاك يسمع حشايا يعني أكو عندنا مشاكل إحنا إذا واحد مسكين إحنا نسميه أسأ ما عرف اسم الطبي والله لو أعرف اسم الطبي شنو أقول اسم الطبي ربعنا يسموه من غولي يسموه كذا هم يبدون يستهزئون به يعني أكو عندنا مشكلة إحنا مجتمعنا هاي كلها مو ثقافة سلم وسلام يا إخوان إذا شفنا واحد من أصحاب الاحتياجات الخاصة أكو عنده مشكلة هذا كون يدعونا بالعكس اهتمام باحترامه تقديره الإحسان إلى مساعدته مو الاستهزاء به والضحك عليا ونسمع حتي وإذا كلمة يضوج منها نسمح هي حتى مو صحيح هذا شنو من ثقافة هاي مين جبنا هاي الثقافة لا يسخر قوم من قوم الله يقول تكملة الآية يقول لعله ذو دل السخرون منهم هم شنو أحسن منكم أقرب منكم لله جل وعلا وتستهزئون بناس أقرب منكم لله شوفوا هاي بس السلام عليك ماذا تختزن وتختزل نحن نحتيها شون ما كان السلام عليك بس يش بيها حتي عقدي أخلاقي عقائدي العقائدي بيناه بالجنبة الأولى الأخلاقي الآن بالجنبة الثانية ستقول لي بعد عندك حتي بعد عندي حتي كثير كثير ولكن أؤجله للليلة الآتية إن شاء الله تعالى هسا بعد ما أدري البحث مرتب عدكم يوهم الشتت بكرة إن شاء الله في بداية البحث هم أختصر لما وصلنا إلي هذه الليلة ونكمل إن شاء الله تعالى بكرة بحثي رح يكون عقائدي مهم باعتبار رح أوصل للشهادة والموقف كمفردة من مفردات الاتصال بسادة المؤمنين اللي هي مفردة شنو الزيارة قلنا سلام شهادة موقف زين شنون بقية المفردات شنون بقية المفردات إذا نريد نقف عدة كلها بزيارتنا لأمة آل البيت وين راح نوصل الشاعر هتش يقول على لسان الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها كافي بعد كافي حتي الآن خلي نداوي قلوبنا بذكر الحسين وآل الحسين بذكر آل البيت الكرام خلي نعالج قلوبنا نداوي قلوبنا نريح قلوبنا بذكر النبي وآله قلت لك استأنف العمل اللي يزور أهل البيت خلي يستأنف العمل خلي يبدي من جديد صفحة جديدة مع الله جل وعلا حقيقة أقول هذا الكلام والله معتقد به أنا زيارة آل البيت يعني استأنف العمل ابدي صفحة جديدة ويا الله اترك الماضي الشاعر هتش يقول يقول الزهراء راحت تزور أئمة البقيع سلام الله عليهم طلعت من قبري وجيت أعلم مشايك أعلم مشايك أعلم مشايك وجيتك للبقيع وظني ألقايك 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 يا حسن يا سجاد يا باقر يا صادق طلعت من قبري وجيت أعلم مشايك وجيتك للبقيع وظني ألقايك والله يم ألقايك لچن حين وصلت يولي يدي لهناك إيش صار لچن حين وصلت يولي يدي لهناك حرت ما بين قبرك هذا يوداك هسأل ليش حرت لأن القبور مهدمة لچن حين وصلت يولي يدي لهناك حرت ما بين قبرك هذا يوداك يا ويلي عليكم يا سادتي يا ويلي عليكم يا سادتي على قبوركم المهدم أربعة أمة معصومين الله أكبر وش لونة أمة الحسن المشتبة زين العبادي والعابدين باقر علوم الأولين والآخرين إمام العلم والعلماء جعفر بن محمد الصادر شلونة أمة هذا الموقف الفاطمي يذكرني بموقف آخر تقول لي جيت أزورك ما ندل ليد قبرك القبور مؤدمة يا أولادي هذا الموقف يذكرني لما رجعت زينب لقبر الحسين وقلت له للسجاد دليني على قبره أنت تدفنت أخوي الحسين وأنا ما كنت موجودة يا علي بن الحسين يا شلون القصة القصة يزيد دز على السجاد قل له أخذ عماتك وأهلك وروح شغلي كملوا ياكم خلصتوا ياكم هاي عمتك في أنا بذا بقت هنانا بالشام تسوي لمشكلة أخذ عمتك وروح تطلب مني شيء قال لا بس طلب واحد شنو قال ما سلبتموه منا أرجعوه إلينا اللي أخذتوه منا رجعونا يا ليش قال فيه عباءة أمي الزهراء قميص الزهراء مغزل الزهراء لن يكون يرجعن رجعهن أخذوا الرؤوس ورجعوا نعمان بن بشير يقف على مفترق طريقين يجي زين العابدين قال يا ابن رزو لله احنا على مفترق طريقين طريقي يروح للمدينة جدك رسول الله قال لا على جدي السلام والثاني قال لا يا علي ابن الحسين الثاني يروح إلى العراق إلى كربل زين العابدين قال لا شوف أنا الآمر الناهي أنا الإمام المعظوم بس احنا أهل البيت نحترم عمتنا زينب صح أنا الإمام أنا الآمر أنا الناهي بس أنا أحب بس تشير عمتي إجا العمتة سلم عليها هلب حبيبي هلب تاج راسي هلب إمامي هلب علي ابن الحسين هلب شوفتك هلب هيبتك قالها عم زينب احنا على مفترق طريقين وين تردين قالت لها عم الأمر أمرك أنت إمامنا قالها ما يخالف بس أنا أخذ رايش قالت لها وين وين عم قالها عم دربي ودينا المدينة جدش ترحين الدار الحسين ترتاحين قالت لها على جدي آلاف التحية والسلام والثاني قالها عم الثاني إلى كرب لما سمعت زينب باسم كربلا حنت وأنت يعني قالت آه يا كربلا آه يا كربلا آه يا كربلا آه يا كربلا عم قل الدليل الكربلا يميل يميل لنريد أشوف شلون دفنة المشات صاحي الإمام يا حادي مر بنا على كربلا عم تزينب تريد نزور الحسين أو يا نرأس الحسين نريد الرجع الله أكبر سار الحادي إلى كربلا كربلا كان بيها جابر العنصاري قصة طويلة جابر آخر شي جابر يقول للعطية ألمسني القبر القبور كثيرة سيدي ما عند القبر الحسين قل مر بي على القبور قبرا قبرا وانا أعرف قبر حبيبي قل شلون تعرف قل مو شغلك مرني على القبور كل ساعي قاعد يم قبر يطي تراب ويشم مو هذا مو هذا مو هذا مو هذا وصل إلى قبر من القبور شم تربته شمها مرة ثانية مرة ثالثة قال هذا حبيب العزي ثم صاح ثلاثا حبيبي يا حسين سمع الأمير المؤمنين حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين لما لا حبيب يجيب حبيبه الله أكبر دبروها على القبر عطية يشوف سوادة اجت من جهة الشام قل سيدي جابر نعم قل سوادة مقبلة أخشى أن تكون عينا اللي يزيد أو لابن زياد خايف خنضم رواحنا قال له عطية قلبي يقول هاي مو عين اللي يزيد قال له شي يقول قلبك قال له قلبي يقول اليوم أربع عين الحسين وزينب جاي يزور الحسين السجاد يزور أبوه هتش قلبي يقول وروح شوف الخبر راح شاف الخبر قال له جابر جابر رجع يركض جابر ها قال له ضعن كله نسوان وأقفال هذا ضعن آل الرسول وضعن آل الرسول يردون واحد يستقبلهم جابر موكب يردون موكب على الطريق يستقبلهم يقولون هلأ بزوار الحسين هلأ بزوار الحسين شلون دول العشراف أهل المواكب أيام الأربعين زينب هم تريد واحد يستقبله الله أكبر قال له أنا وياك نستقبله قام يركض على الضعن ألا بزوار الحسين ألا بيك يا ابن رسول الله ألا بالزوار شلون أصاب المواكب أهلا بزوار الحسين في يوم الأربعين ألا بأهباب الحسين يصيح جابر زين العابدين حقق النظر جابر نزل من جواده احتضن جابر جابر يقول من هذا أعلي هذا نعم أنا أعلي قال أين حبيب الحسين يقول لحن يا جابر وانحبوا يا نحبوا يا نبه المعارف قدت وليا ها هنا قتلوا رجالنا زبوا نساءنا ذبحوا أطفالنا أحرقوا خيامنا قلبه متروسي ريجي سولي أنا هنا جبتك قلت لك الزهراء تقول ما ندليت قبر أولادي بالبقيح هنا أنا زينب مشتاقة للحسين صار لها أربعين يوم وتريد الزور الحسين قدروا بكلها تقول للزين العابدين شلون تفنت أخوية شلون قبر أخوية زينب بينها وبين الحسين أمتار تريد الزورة انتظرت زين العابدين يدليها هس يجيها زين العابدين صار نيتا يقرأ تعزية جابر ها هنا قتلوا ذبحوا أحرقوا جابر يبتشوا زين العابدين يقرأ زينب شافت زين العابدين طول بعد ما قدرت تصبر صبرها خلاص زين العابدين هو يسولف يسمع بيشت زينبو صاحة يا ولين ليش معقولة ما تبتشي ليون ليلا والله بيشت زينبو صاحة 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 يا ولين يا ولين يا ولين صاحة يا ولين يا عم قبر اخو يحسين وين يا عم قبر اخو يحسين وين يقول هل قبر ذاك 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 وجرت عين تعنت لو قلبه اشتعل وذرايا ما انتظرتي نوخول هالناقة ذبت روحها من فوق الناقة على قبر يا بي عبد الله حبيبي حسين حبيبي حسين ورعيني حسين يعزي انزي انا بمنعفده للجام دولبه وكده واليوم جت يلدللتها تقول لك وسيتك نفذتها انا والعيالي مقبرق جبتها هاك اولادك هاك بناتك امنتني امانة ثقيلة ابا عبد الله حملتني امانة ثقيلة كتلوني هاي الامانة كتلتني ابا عبد الله دودة بظايري شيء براسي اخذ امانتك سالمة ابا عبد الله والعيالي مقبرق جبتها وعن طفلتك لو ناشدتها اقلك رقيا ما جبتها بس هذا انت خذتها مواني ابا عبد الله اقول لك رقيا ما جبتها انا برض الشام يا ابن ام ويد فنتها انا برض الشام برض الشام ابو علي بنيتك ارض الشام يا ابن ام ويد فنتها بيت الدعاء هذا اللي اذا ما اقرأ عليه التعزية ما ادرش لونها مثل الطعام بلا ملح تعرفوا منه ادر قلوبكم كلها تعرفوا زينب بشت 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 اخذت لها ما ادرش هم ساعة تبت على قبر حبيبها ابر شوية قام تباوع يمنى يسرى قلها زينب العابدين ها اعمة صار لك اربعين يلا الحسين 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 هذا الحسين شو تباوعين قلت لعمة علي اين قبره كفيني ابو فاضل عين على الطريق يقول زينب ما زارتني قلها العباس على العلقمي باوعت للنسوان ها يم الاكبر ذيك يم القاسم ها يم فلان 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 صاحتي الحرم قوما مجنى قوما كل جن قوما مو حدي كل جن العباس موكب اروح له صاحتي الحرم قوما مجنى لعد اللي تجفن من الله نريد يقوم ويردنا الوطن ومثل ما جاب نبينا يتوزم ابو فاضل ابو فاضل احمى الضائعات بعدك ضعنا بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه اللهم صل على محمد وآل محمد وقضي حوائجنا يا الله اشف مرضانا لا سيما المنظورين منهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله مصين على مرضى يا من اسمه دواء وذكره شفاء من على مرضانا بالصحة والعافية يا الله احفظ شبابنا المجاهدين يا الله ارجعهم إلينا سالمين غانمين منتصرين احرسهم بعينك التي لا تنامك فينا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار يا الله إلى أمواتكم أموات شعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع السلامة